اشتركوا في القناة المغاربة محتجزون بين غزة ومصر يطالبون المغرب بالتدخل جيبولز مر دول عصابة آخر الهرطقات الجزائرية صحف تتهم المغرب بالتأثير على قرار الفيفا بالفيديو درون عسكري يحلق في سماء العيون تنديدا بأفاعيل البوليس بسبب المملكة المغربية الجزائر ترتمي في حضن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وتفاصيل مضحية بعدما فقدت الأمل في الصندلية الجزائر تهويتلت من انفصالي الريفا وتفاصيل خطيرة جدا بالفيديو رياح قوية تمنع طائرة مغربية من الهبوط بمطار إسبانية وبراعة الربان المغربي تنقض الموقف المغرب ينافس البرازيل لاستضافة مونديال السيدات 2027 وهذه نقطة قوتها مسؤول فرنسي كبير ومرشح سابق للرئاسة الفرنسية إذ كان هناك خيار اليوم بين الجزائر والمغرب فإنني وبكل تأكيد سأختار المملكة المغربية حرب أهلية أقوى من العشرية السوداء ستشهدها الجزائر فرار كبار المسؤولين العسكريين بالجزائر حصريا وخطيرا اكتشاف معبار سري تستعمله البوليساريو يفضح تواطئ موريطانيا مع الجزائر والمرتزق موسيقى موسيقى لا يزال العشرات من الرعاية المغاربة المقيمين بغز عالقين على الحدود المصرية عند معبار رفح بعد رفض السلطات المصرية السماح لهم بالعبور نحو السناء لعدم تسلمها أسمائهم من وزارة الخارجية المغربي وتم فتح معبار رفح منذ أيام لخروج الأجانب أو مزدوجية الجنسية وبينهم عشرات المغارب ورفضت السلطات المصرية السماح لهم بالعبور نحو مصر بحجة أن المغرب لم ينجز لائحة بأسمائهم كما أن الصفار المغربية بمصر لم تستطع حل هذا الإشكال وتوجد في غز جالية مغربية مهمة أو من أسر مغربية فلسطينية حيث أن الكثير من الطلب الفلسطينيين الذين تخرجوا من المغرب تزوجوا بمغربيات والسقر في غز ووفق مصادر المساء اليوم فقد اتصل كثير من النساء بسفارة المغرب برعم الله وسجلوا أسماءهم وأفراد أسرهم لدى السفار المغربي وتضيف المصادر أن الصفار المغربية بالضفر لديها قائمة بأسماء الراغبين بالسفر خاصة من النساء والأطفال الحاملين للجنسية المغربية وما عليها سوى إرسال قائمة الأسماء للجانب المصرية في معبر رفح كي يتمكن هؤلاء المغرب من الخروج من غز والصفر مؤقتا إلى المملكة المغربية ريتما تتضح الصور بسبب المدابح التي تقترفها إسرائيل في غز وقامت غالبية دول العالم بإجلاء رعاياها من غز بينما الصفار المغربية لديها جواب واحد لكل من يتصل من المغرب للإستفسار عن الإجلاء حيث يتلقون جوابا واحدا وهو ننتظر تعليمات وزارة الخارجية وإلى اليوم وبعد مضي شهر من الحرب على غز لم تأتي التعليمات من وزارة الخارجية في سلوك شرد ينم عن معاناة بعض المنابر الإعلامية الجزائرية من عقدة النجاح المغربية هاجمت مجموعة من الصحف ببلاد الكابرانات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا متهمة إياها بالإنحياز للمغرب على حساب الجزائر في مونديال الأندية المقبلة وترجع تفاصيل هذه الهرطقات إلى قرار الفيفا عدم الاستعانة بالحكام الجزائريين خلال كأس العالم للأندية المقبلة لكن هذا الإجراء لا ينطبق على المملكة المغربية التي تم الاختيار حكما منها حسب تعبيرهما ولم تتوقف الاتهامات هنا بل تماد إعلام الجارة الشرقية باتهام فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كذلك بالتأثير كثيرا في قرارات الفيفا مؤخرا وذلك بحكم قربه من الرئيس جياني إنفانتين وص مرة البلاها اللامهنية إلى درجة التشكيك في فوز الملف التولاتي المشرك بين المملكة المغربية المملكة الإسبانية والبرتغال بشرف تنظيم كأس العالم الفاني وتلاتين مع اتهام السيد فوز القجع بالسعي لاحتضان نهائي كأس العالم في مدينة مغربية عن طريق لعبة الكواليس واجب لهم الدواد العصاب نشر الصحفي الجزائري وليد كبير الدعم لقديس الصحراء المغربي فيديو لدرون عسكري يحلق في سماء مدينة العيونة تنديدا بما قامت به جبهة البوليساريو الانفصالي وقال وليد كبير درونغ وينغ لونغ اتنان التابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية يحلق في سماء مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية أثناء المسيرة الحاشدة التي نظمت أمستنددا بالأعمال الإجرامية المرتكبة في حق المدنيين بمدينة الصمارة الآمنة من قبل حركة البوليساريو الارهابي ثم أضاف رسالة لها معنى عميقة لغلطة يخلص حدري وقد أعذر من أنظر وكانت ساكنة الصمارة قد خرجت للشرية تنديدا بأفعال جبهة البوليساريو الانفصالية في موقف يجسد لحمة الشعب المغربية شايلة هسيد البريكس شارعة الجزائر بعد الخيبة الكبيرة التي تلقتها في شتنبير الماضية جراء رفض قبول اندمامها إلى التكتل الاقتصادي بريكسا في توجيه بوصلتها نحو الغرب من أجل إصلاح ما أفسدته برغبتها في الإصطفاف إلى جانب روسيا والصين في الشهور الماضي وهو ما كان قد جر عليها العديد من الانتقادات من بلدان الغرب ومباشرة بعد صدمة البريكسا توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون في السادس عشر شتنبير إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة رسمية لها إلى هذا البلد منذ توليه السلطة في البلاد من أجل المشاركة في أشغال الدورة الثامين والسبعين العادية للجمعية العامة في نيويورك في خطوة قالت العديد من التقارير الإعلامية الدولية أن هذا الطابع رمزية إشارات إيجابية لوارشنطن بأن الجزائر تريد صفحة جديدة مع الغرب بعد احتراق صفحة البريكس مع الشرق وبدأت الجزائر منذ ذلك الحين مساعي ديبلوماسية حتيت لتقوية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر حديثا استراتيجيا لعدوها الكلاسيكية المغربة وقد قررت في الفترة الأخيرة تعيين الديبلوماسي صبري بو قادوس سفيرا لها في وارشنطن من أجل تسمين التنائية وفي نفس الوقت إبعاد بو قادوس عن منافسة تابون في الانتخابات المرتقبة العام المقبل باعتبار أحد أبرز المترشحين المتوقعين كما أن الجزائر مباشرة بعد أشغال الجمعية العام بدأت في مفاوضات تنائية مع أطراف فرنسية من أجل إصلاح العلاقات مع باريس وعطي صفحة الخلاف المرتبطة بالعديد من القدايا كالعجر والداكر وقد استقبل الرئيس الجزائرية عبد المجيد تابون في الأسابيع الأخير سفير فرنسا في الجزائر مرتين وقد تلقى الدعوة من إيمانويل ميكروب للقيام بالزيارة إلى فرنسا وتتحدث الصحفة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية في الفترة الأخيرة عن عودة الدفء للعلاقات التنائية بين البلدين وهي العودة التي جاءت بدون سابق إندارة مما دفع بالعديد من المتتبعين للعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى ربطها برغبة الجزائر في العودة إلى محور الغرب بعد فشل التحاقها بدول البريكسة التي كانت تعول عليها لتقوية موقفها السياسي وتحقيق انطلاق اقتصادي وبعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا يبدو أن الدور قد جاء على إسبان حيث تتحدث وسائل إعلام إسبانية في الأيام الأخيرة عن عزم الجزائر انهاء قطعتها لمدريدة التي دامت 19 شهرنا وتعين سفير جديد لها في البلاد في الفترة القريبة المقبلة بالرغم أن إسبانيا لم تستجب لشروط الجزائر المتمثلة في تراجع عن موقفها الدعم للمغرب في قديس الصحراء من أجل استعادة العلاقات التنائية وأنقلت الصحافة الجزائرية في الأيام الأخيرة تصريحات عن مسؤولين جزائريين الذين برروا رغبة الجزائر في إصلاح العلاقات مع إسبانيا بموقف رئيس حكومة الأخيرة من القضية الفلسطينية حيث أعلن السانشاز أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلية يكمن في حله بإعطاء الفلسطينيين الحق في إنشاء لدولتهم المستقلة إضافة إلى ما وصفوها بالتعديلات في خطاب بيدرو سانشاز رئيس الحكومة المؤقت حاليا من قديس الصحراء المغربية حيث دعا إلى حل سياسي مقبول من المغرب والفلسري بين قوسين دون أن يشير إلى مقترح الحكم الداتي المغربية وبالرغم من التبريرات التي تقدمها الجزائر في إصلاح وتقوية علاقتها مع البلدان الغربية إن أن الكثير من المحللين يعتقدون أن هذه التحركة المكتفة للجزائر يبقى الهدف منها هو تدارك الأخطاء التي ارتكبتها بمساعيها التي قامت بها سابقا للإندمام إلى البريكسا وفي نفس الوقت تهدي هذه المساعي برغبتها في التصدي لتعادم تحالفات المغرب مع الدول الغربية خاصة أن تدعية ذلك التحالف تنعكس سلبا على مواقفها في المنطقة بعدما فقدت الأمل في تقسيم المملكة المغربية مستخدمة في سبيل ذلك دمية البوليساريو لإقامة جمهورية وهمية في الصحراء من أجل تحقيق أهدافها الإقليمية هو الذي تضمن السعي للهيمنة على شمال غرب إفريقيا وضرب استقرار المغرب لجأ النظام العسكرية الدكتاتورية العجوزة الجزائرية لتكتيك جديد مشابهة لكن هذه المرة بإغراءة تلت من انفصالي الريفاء النظام العسكرية الدكتاتورية العجوزة وفي تآمر على الوحدة المغرب مرة أخرى استغل ريفيين يتعزى عامهم بارون المخدرات سعيد شيعو الهارب من العدالة المغربية ومعه بعد الوجوه الانفصالية كالمسمى يوبلغ الدول وأنشأ حزبا ريفيا انفصاليا وذلك بغرض البحث عن قنوات أخرى لتصريف مؤامرات الانفصال ضد المملكة المغربية الأبية نظام الكابرانات العجز وبعدما يأس من النفخ في رماد النزاع المفتعل بالصحراء المغربية ووسوس لمخابراته الخارجية للعمل على تعبيد طريق لتأسيس ما يسمى بالحزب القومي الريفية بالعاصمة البلجيكية بروكسال والذي ضم إلى جانب بارونات المخدرات والهاربين من العدال بعد المنتسبين إلى شبكات الابتزازة وتلة من انفصالي الريفة خاصة من أعداء ما يسمى بحركة الثامن عشر ستنبير ولم يكتفي نظام العسكر الجزائري بإنشاء الحزب الريفية الانفصالي بأموال وبملايين من ميزانية الشعب الجزائري المقهور من خلال جمعيات أخذت على عاتقها تأثير عشرة من الأشخاص في إطار ما سمته الصحفة الأوروبية المأجورة مسيرة بالعاصمة البلجيكية تحت غطاء إحياء الدكرى 102 لإعلان الجمهورية الفيدرالية لقبائل الريفة التي أسس محمد بن عبد الكريم الخطاب عام 1921 فضلا عن توفير تغطية إعلامية للمسيرة المذكورة تكلفت بها الأبواق الناطقة باسم عسكر الجزائر تخللها خطابات مكتوبة بأيد المخابرات الجزائري ويأتي هذا الخبت من طرف كابرانات الجزائر بإنشاء الحزب القومي الرفي بين قوسينا في محاولة للمسيب الوحدة الترابية وضرب استقرارها في وقت يصفر فيه المغرب في نهج سياسة اليد الممدودة والنائي بنفسها عن الاعتراف بجمهورية القبائل ودعمها رافدا إبداء رد فعل في نفس الاتجاه والواضح أن الجزائر لا تؤمن بالحلول السياسية ولا الصحراء هي أصل المشكل بينها وبين المملكة المغربية إنما المسألة وجودية وهدفه إسقاط المملكة المغربية والذي يبقى عقدتها الأبادية ولن تتوانى عن المكر سواء بالليل أو النهار بهدف قيادتها شمال إفريق منعت رياح قوية طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية من الهبوط في مطار فالانسيا في إسباني بعدما لمست عجلاتها أرضية المطار ما اضطر قائدها إلى إلغاء الهبوط في اللحظة الأخيرة والصعود مرة أخرى المقطع الظاهر أمامكما يظهر اللحظة التي قرر فيها تقائد الطائرة إلغاء الهبوط والإقلاع من جديد بعد أن أدت الرياح إلى انحراف الطائرة عن مصارها وفقدانها للتوازن بالرغم بالرغم من ملامسة عجلتها لمدرج المطار ثلاث مرات وهي من نوع EDR 72 كانت قد أقلعت من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء وتمكنت الطائرة أخيرا من النزول بسلام في مطار مدينة أليكانتي المجاوئ وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كانت تقل 122 ركبا وطاقمنا انطلق المغرب بكل قوة في سباقه من أجل استضافة البطولات العالمية الكبيرة خلال السنوات السبع القادم بعد نيله شرف تنظيم مونديال 2032 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتوال والتي ستقام لأول مرة في قارتين مختلفتين وفي هذا الإطار يعتزم المغرب الترشح لإستضافة بطولة كأس العالم للسيدات عام 2027 حتى يختبر قدراته على احتضان مونديال الرجال في العام 2030 وأيضا المنافسة على استضافة بطولات كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وبطولة كأس العالم لكرة الصلاة وبطولة العالم للأندية 2029 وفي الوقت الذي كسب فيه المغرب عددا من النقاط حين نجح في تنظيم بطولات عالمية ومؤتمرات الاتحاد الدولي لكرة القادم الفيفا فإن حدود في تنظيم مونديال السيدات لن يكون في المتنول بعد إعلان البرازيل رسميا ترشحها لإستضافة نسخة 2027 ومثل ما أعلن فوز القجعة رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في مداخلة لها في البرلمان نية المملكة المغربية ترشح لتنظيم بطولة كأس العالم للسيدات عام 2027 وبطولة عالمية أخرى لتأكيد النجاح على الصعيدين القارن والعالمية سنعى وزير الرياضة البرازيلية بدوره للإعلان أن بلاده سلمت كل الوطائق المطلوبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأيضا ضمانات الحكومة من أجل إنجاح نسخة 2027 لمونديال السيدة ووفقا للمعلومة التي حصلنا عليها من مصادر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الاثنين فإن هناك عوامل إيجابية ستخدم مصلحة وترجح كفته من أبرز لدعم القارة الإفريقية لملفها وامتلاك ملاعب حديثة ستستجيب لمعايير الفيفا بعد تهيئتها بالكاملة ويراهن المغرب على أحقية القارة الإفريقية في استضافة هذه البطولة العالمية وأيضا يسعى من ورائها إلى جهوزيته الكامير لإستضافة مونديال الفان وثلاثين ومن المتوقع أن تكون هناك منافسة قوية بين المغرب والبرازيل لإستضافة مونديال السيدات الفان وسبعة وعشرين دعا كزافي بيرتراندا رئيس جهة هوت دو فرنسا فرنسا إلى الخروج من الجليد الدبلوماسي مع المغرب وأكد بيرتراندا والذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2022 أن المغرب تاريخيا بلد صديق مشددا على أنه يجب علينا استعادة العلاقات الطبيعية معها وأضاف بيرتراندا في تصريح أدل به لبرنامج أسئلة سياسية على فرانس أنتر وفرانس تلفزيون ولوموندا أن الأمر مدرك لنا لبدل المزيد من الجهود اللازمة وتوضيح بشأن قديس الصحراء وأوضح بيرتراندا إن كان هناك خيار اليوم بين الجزائر والمغرب فإنني سأختار المغرب وأضاف عندما نرى موقف الجزائريين والرئيس الجزائرية الذي لم يتردد في إدراج بيت شعر مناهد لفرنسا في النشيد الوطني فمرة الأخرى يجب علينا أن نضع حدا لهذا الانحراف كشف التقارير السرية مسربة تؤكد أن رجال أعمال بالجزائر ومقربين من النظام العسكري الدكتاتوري العجوزة يساعدون للهربة حيث أكدت دات التقارير بأن رجال أعمال جزائريين في محاولة للفرار في المنى البلاد بدأت دول أوروبية منها سويسرا إلى إعداد خطة لتسهيل فرار هؤلاء الرجال الأعمال من الجزائر ما دامت أموالهم موجودة في الخارج هذا الخبر يدل على بداية تفكك النظام العسكري الدكتاتوري العجوزة الجزائرية وتشير المعلومات المسربة حول خطة تسهيل الفرار أن العديد من العسكريين الكبار المحيطين بالسعيد شانقرح بدأوا يقدمون أنفسهم سريا أنهم رجال أعمال ويحاولون الفرار إلى خارج الجزائر وتضيف ذات التسريبات السؤال هنا إن كان عسكريون كبار يفرون من الجزائر من سيبقى في البلاد قد لا تنفجأ إذا وجدنا أن جبار مهن بنفسه بدأ يفكر في الفرار وبدأ في إنشاء قناة تلفزيونية بفرنسا هذه المؤشرة تدل أن الجزائر مقبل هذه المرة على حرب أهلية بين المناطق العسكرية الوضع أخطر من عشرية سوداء جديدة في هذا الموضوع سنتكلم عن المناطق التي تستعملها البوليساريو من أجل المرور والوصول إلى الجدار الأمني المغربي في الصحراء المغربية رغم أن المغرب أغلق الحدود بينه وبين الدولة العدو إلا أن البوليساريو يستطيعون الوصول إلى المناطق العازلة رغم أن المنطق المستعمل بعيد عن تندوف ومن هذه المنطق يحاولون مهاجمة الجيش المغربية في الجدار الرملية الجواب على كل هذه التساؤلات هي موريطانيا المتواطئة مع الجزائر موريطانيا المتواطئة مع الجزائر وفي نفس الوقت هي الطرف الضعيفة الغير قادر على حماية حدوده الشاسع المعبر الرئيسي بين موريطانيا والجزائر هو الموضح أمامكم إخوان أخواتي الكرامة والذي يبعد بحوالي 23 كم تقريبا على الحدود المغربية هذا المعبر لا تقوم مرتزقة البوليساريو باستعماله لأنه معبر رسمية بين الجزائر وموريطانيا ففي حالة استعماله من طرف المرتزقة يعتبر بمثابة إعلان حرب من طرف موريطانيا على المغرب وبالتالي تحاول المرتزقة التجنب بالمرور عبر هذا المعبر بالإضافة أن بها حرص الحدود الموريطانية بمعنى أنه مخصص فقط للتنقل الرسمية أما على جانب الدولة الجزائرية نلاحظ وجود سواتر ترابية لحماية الحدود كما تلاحظون في الصور وفي حالة اتجان شمال هذا المعبر بحوالي 8 كم تقريبا أولا نجد أن الحدود المغربية أصبحت تبعد حوالي 15 كم وسنجد معبرا آخر غير رسمية والذي يعتبر هو المعبر الرئيسي والذي تستعمله مرتزقة البوليساريو وهذا أين قلنا أن الجارة الجنوبية متواطئة مع الجزائر والبوليساريو بحيث أنهم لا يقومون بحراسة هذا المعبر رغم علمهم بها بمعنى أن الجزائر أنشأت معبر للمرتزقة فوق أراضي الدولة الموريطانية والذي يستعملونه وقتما أراده ومنه يتوغلون وسط الأراضي الموريطانية دون أن يتم اعتراضهما ومنه إلى الأراضي المغربية العازلة سواء في منطقة تفاريتي أو بئر الحلو أو في مناطق أخصى جنوب الصحراء المغربية أما قبل كانوا يستعملون نفس الطريقة إلى أن يصلوا إلى معبر القرقرات الذي تم إغلاقه من طرف القوة المسلحة الملكية المغربية أما بخصوص الحدود المغربية الجزائرية فلا توجد مناطق عازلة كما تلاحظون في الصورة أمامكم إخواني أخواتي الكرامة لأن الجدار الأمني المغربي العازل يبعد عن الحدود الجزائرية بين 1 كم إلى 10 كم على أقصى تقدير وهي مساحة صغيرة ولا تعتبر مناطق عازلة ومن الصعب القيام بعمليات إرهابية فيها عكس المناطق بيننا وبين الجارة الجنوبية موريطانيا والتي يستعملها المرتزقة خلاصة القول إخواني الكرامة أنه إن كانت موريطانيا متحكمة في حدودها فإنه لن يستطيع أي مرتزق من الدخول للمنطقة العازلة لأن الطريقة الوحيدة هو عبر موريطانيا أو عبر الحدود الجزائرية بخصوص الحدود الجزائرية الخيار الأخير فهو صعب جدا ويعد انتحار أما الحل الوحيد أمام المملكة المغربية الآن هو عدم الاعتماد على موريطان وعالن تمديد الجدار الأمني العازل من الجنوب إلى غاية الوصول إلى الحدود الجزائرية وبالتالي فإن أي قصف سيكون من داخل الأراضي الموريطانية أو الجزائرية ولن يستطيع المرتزق القيام بذلك لأنه سيكون إعلان حرب لن يغتفر من الدولة الجزائرية أو الدولة الموريطانية إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم تمنى من الله سبحانه وتعالى على أن أتنا الإعجاب للكم ما تنسوش تشاركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله دمتم في رعاية الله إلى حلقة غدئنا إن شاء الله شكرا شكرا